أسبوع بارد بشكل لافت في عموم مناطق المملكة لهذا الأسبوع وكتل هواية شديدة البرودة استعمل على المشوق عاصفة رملية نهاية الأسبوع التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد قليل أسعد اللوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب هذا الأسبوع يتوقع أن تشهد درجات الحرارة الخفاظ كبير بسبب تأثر العديد من مناطق المملكة بكتلة هواية شديدة البرودة ستعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح المثيرة للأترب والغبار وأيضا المثيرة للموجات الغبارية والعواصف الرملية خاصة خلال نهاية هذا الأسبوع نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية اليوم الأحد في عموم مناطق المملكة حيث تسود أجواء مستقرة لكن درجات الحرارة تكون أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية أجواء صافية كما ذكرنا وغبار خفيف في المنطقة الوسطى يوم الأثنين المزيد من الاخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية مع تعمق للكتلة الهوائية الباردة في شمال المملكة لكن تستمر الأجواء مستقرة في عموم مناطق بس لتناء المنطقة الجنوبية الغربية حيث تكون الأجواء غير مستقرة وفرصة لزخات راعدية من الأبطار يوم الثلاثة يزداد تعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة في المنطقة الشمالية درجات حرارة باردة بشكل لافت أقل بكثير من معدلاتها مثل هذا الوقت من عام لكن درجات حرارة في المنطقة الشرقية الوسطى وأيضا الجنوبية والغربية تكون نوعا ما دافئة إلى حارة نسبيا مع نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية على سواحل مدينة جدة والتي تستعمل على اضطراب واضح على البحر يوم الأربعة يزداد تعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة في شمال وشرق ووسط المملكة تبدأ تنشأ موجات غبارية وأيضا أتربة المثارف في شمال المنطقة الشرقية ومنطقة حفر الباطن ووصول حتى منطقة القسيم لكن يوم الخميس بإذن الله يتوقع أن تنشأ موجة غبارية وعاصفة رملية مع تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة أكثر جنوبا مع نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية والشمالية الشرقية وبالتالي هناك عاصفة رملية متوقعة أن تنشأ على أجزاء من المنطقة الشرقية جنوب منطقة الرياض عموم منطقة الربع الخالي وأيضا وصولا حتى عموم المنطقة الجنوبية الغربية في عموم هذه المعاطق يتوقع أن تكون الرؤية الوفقية متدنية وربما معدومة بشكل تام يوم الجمعة بإذن الله يستقر الطقس تنخفض درجات الحرارة ويتحسن الرؤية الوفقية في المنطقة الشرقية والوسطى لكن تبقى الأجواء مغبرة في المنطقة الجنوبية وأيضا الجنوبية الغربية كبقايا للعاصفة الرملية التي تأثرت بها المملكة ليوم الأربعة إلى هنا تنتهي نشاطنا للقاء اشتركوا في القناة